بينما لا تزال قصص الأسرى الفلسطينيين المحررين عن التعذيب والتنكيل بهم في سجون الاحتلال تتفاعل في أذهان العالم خاصة بعد أن تداول صور معتقلين في مشاهد ترقى إلى جرائم حرب تنشر نيويورك تايمز نص مقابلة مع محتجزة إسرائيلية سابقة لدى كتائب القسام تروي فيها تجربتها في الأسر سبعة أسابيع داخل القطاع المقال الذي عنونته الصحيفة أسف ودموع ورعب رهينة سابقة تروي تجربتها تتحدث فيه تشين جولدستاين ألموغ عن معاملة المقاتلين لها ولأطفالها باحترام على حد وصفها مشيرة إلى أنهم لم يتعرضوا لأي أذى بالرغم من أن المقاتلين كانوا مسلحين طيرت فترة الاحتجاز وتضيف ألموغ وصفة بعض أحاديثها إلى المقاتلين بأنها تكاد تكون حميمة أن أحد المقاتلين عبر عن أسفه لخسارتها زوجها وابنتها المجندة في الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر مسترسلة بالقول أن المقاتلين كانوا يحدثونها عن عائلاتهم وأطفالهم وبعضهم كان يذرف الدموع قلقا على عوائل انقطعت أخبارهم المقم مشاهدين التي أطلق سراحها في أواخر نوفمبر ضمن صفقات تبادل شملت 14 محتجزا إسرائيليا روت للصحيفة كيف كانت وعائلتها يتشاركون الطعام مع المقاتلين وهو مقتصر في معظم الأحيان على الخبز والأجبان وكيف كان المقاتلون يدعونها إلى المطبخ للمساعدة في الطهي كما وصفت المحتجزة المحررة كيف علم أحد المقاتلين ابنها 250 كلمة بالعربية في محاولة لإمضاء الوقت لكن لعل من أبرز ما روته الأسيرة كانت عن تجربة نقلهم من مكان لآخر للمحافظة على حياتهم في ظل القصف العنيف الذي يتعرض له القطاع تقول خرجنا في الليل في ظلمة دامسة وكان هناك إطلاق نار فوق رؤوسنا كانوا أي المقاتلين الفلسطينيين يقربوننا بقدر الإمكان من الجدار ورأينا ضوء الليزر يوجه نحونا من فوق وعندها أدركت أن من يستهدفنا هو سلاح الجو الخاص بنا إنه جنون شيء غير مقبول المغردون مشاهدين تفاعلوا مع هذه القصة تفاعلا كبيرا دورة جهسية علقت على المقال قائلة هذا خطر يعرفه الفلسطينيون جيدا ويتعرضون له يوميا أما أوستن فقال إذا فعليا ما كان يرعبهم في التجربة هو أن من سيقتلهم هو جيشهم ورأت سابين أن عنوان المقال مضلل بشكل كبير وأن المحتجسة السابقة وأطفالها كانوا معرضين للخطر من إسرائيل وأضافت سابين هي تصف لطف هؤلاء الرجال وهو ما لا يعكسه العنوان من المؤسف أن الألاف قتلوا خلال ما تدعي إسرائيل أنه رد فعل ولا يستطيعون أن يروا قصصهم المؤلمة ومن بقي حيا ليس لديه منبر يوصل صوته من خلاله وتساءل عمرو ماذا عن ألاف الفلسطينيين الذين يتعرضون للخطر كل يوم ألا يستحقون أن نخصص قصص لهم مؤردون مشاهدين تساءلوا كذلك عن سبب عدم تسليط الإعلام الغربي الضوء على المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين بلغ عددهم بحسب مركز المعلومات الوطنية الفلسطينية حتى نهاية أكتوبر فقط من هذا العام سبعة آلاف أسير منهم أطفال ونساء أكثر من ألفي معتقل إداري ترجمة نانسي قنقر